أعلنت قناة التغيير الفضائية إخلاء مقرها في بغداد بعد تلقيها رسائل تتضمن تهديدا بالقتل وقال موقع القناة في بيان نشر ثلاثة إن إدارة القناة طالبت كادرها في بغداد بإخلاء مكتبها إثر تلقيه رسائل نصية عبر الهاتف تهدد بقتل مدير القناة والعملين في المكتب من جانبه وصف بيان لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة التهديد بالانتهاك الصارخ لحرية العمل والصحفي والإعلامي كما رفضت تكرار تهديد الصحفيين ومحاولة خنق حرية العمل الإعلامي مطالبة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بحماية وسائل الإعلام أو ما يقوض حرية التعبير من أربيل معنا الباحث السياسي غانم العابد أهلا بك سيد عابد معنا في مساء العراق هل كان مستغربا تلقي إحدى المؤسسات الإعلامية تهديدا في العراق تحياتي استاذ سعد وشكرا لكم على هذه الاستضافة لا بالعكس أصبح الموضوع أمر طبيعي جدا في العراق يعني بناء على الكثير من القنوات التي سبق وأن تم تهديدا أحداها قناة الحرة التي نتحاور منها الآن قناة دجلة التي تم اقتحامها وتكسير محتوياتها بصورة عامة كل القنوات التي تتحدث عن ما تقوم به الميليشيات أو الجيات التي تقوم بقتل المتظاهرين أو فضح أعمال الميليشيات هي عرضة للتهديد والإغلاق من قبل هذه الأطراف التي تسعى بصورة وبأخرى إلا أن تكون فقط القناة الممولة من اتحاد الإذاعات الإسلامية الذي تمولها إيران هي فقط الموجودة الوحيدة على الساحة لكن هل أن هذا الفعل سيؤثر على النقل من العراق؟ بالتأكيد لا اليوم مع وجود الهواتف الذكية أصبح كل مواطن عبارة عن قنوات وكلنا نشاهد الكثير من الأفلام أو الفيديوهات التي يقوم بتصويرها إذن ما الرسالة المراد إيصالها إذا كان إيصال المعلومة اليوم بهذه السهولة ولم يعد حكرا على الفضائيات وغيرها نعم حقيقة هي أكثر من رسالة أولا هي إسكات كل الأصوات الوطنية والأصوات التي تفضح أعمال هذه الميليشيات ورسالة أخرى موجهة إلى الشارع العراقي أننا نحن من نتحكم بالمشهد وليس هناك قوة بإمكانها إيقافنا عن أي فعل نتجي إليه والرسالة الأهم هي إلى الحكومة العراقية أننا أقوى منكم وعلى المواطن العراقي أن يعي هذه الحقيقة أن هذه الميليشيات هي أقوى من سلطة الحكومة المركزية أو المؤسسات الرسمية لكن هل أن هذا العمل سيستمر؟ أنا أعتقد أن هذه الميليشيات بالرغم من كل ما فعلته من تدمير العراق قتل المتظاهرين قيامها بإحداث فوضى كبيرة الأسبوع الماضي والتي أشارت إليه اليوم رئاسة مجلس الوزراء على خلفية اعتقال القيادي عامر الطفوف قاسم مصلح أنها في أيامها الأخيرة وأنها خسرت هنا مقطتان سيد عابد تحدثت عن رسالة مراد إيصالها من من؟ هل هناك معلومات عن من يقف خلف هذه التهديدات؟ هذا أولا ثانيا هل نتوقع رد فعل حكوميا مختلفا هذه المرة تجاهها؟ يعني أستاذ سعد على تحدثت من خلال قناة الحرة قبل شهرين وأكرر القول هذه الميليشيات خصوصا الميليشيات الولائية المرتبطة بإيران تسعى لإحداث فوضى داخل العراق بحيث أننا نصل إلى الانتخابات المبكرة وأن لا يكون السيد رئيس الحكومة على رأس هذه الحكومة لا بد من الإطاحة بحكومة السيد مصطفى الكاظمي وأن يكون البديل هو نوري المالك هذه الميليشيات ستفتح الفوضات سأذكركم بهذا الكلام ستفتح الفوضات أكبر سواء في بغداد سواء في المحافظة الغربية يعني سيد عبد هذا اتهام وربما يكون مبطنا نوعا ما وحق رد مكفول للجهة الأخرى التي وجه إليها الاتهام ببيان هذا الموقف من هذا الاتهام ولكن الموقف الحكومي هل سيكون مختلفا هذه المرة؟ يعني أولا سأسعد أنا لا أتهم اتهام مبطن أنا أتهم الميليشيات بصورة واضحة الميليشيات التي قتلت المتظاهرين الميليشيات التي استعملت تقليم كردستان الميليشيات التي تسعى للعبث بأمن العراق الميليشيات التي تسيطر على الحدود العراقية والميليشيات التي تسرق المال العراقي ليس لدي اتهام مبطن وأنا مستعد لمناظرة أي طرف يقول عكس هذا الكلام بل على العكس قد أنني في الأيام القادمة أفتح ملفات أكبر الحكومة العراقية وبكل واقعية الحكومة العراقية هي حكومة مواقة الآن ليس بإمكانها مواجهة أو مجابة هذه الميليشيات كل ما تسعى له هذه الحكومة هو تخفيف الاقتحان والاحتقال وعدم وجود مصادمة تؤدي بالبلد إلى فوضة مثل ما تسعى إليها هذه الميليشيات والوصول إلى انتخابات مبكرة من أربيل كان معنا الباحث في الشأن السياسي غنم العابد شكرا جزيلا لوجودك معنا ترجمة نانسي قنقر